دلوقتي أنا كنت بتكلم في قبل الفاصل على طول قبل ما نبدأ فقرتنا في إنه في فرق ما بين انتهوا الإخوان خالص أو إنه مستقبلهم انتهى تالتي ستة إلى أي مدى استطاعت أن تنهي أو تدمر أو تقطع سبل الاتصال ما بين الإخوان ومستقبلهم السؤال حلو جدا 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 غاية في الأهمية بس سواء أنا جاي في الطريق يعني فيه سؤالين كده جولي في جماغي السؤال ماذا لو لم تكن صور ثلاثون ونينة يا دهوتي أنا بشكل شخصي عارف إنه كنت أبقى مشنوق على عمود نور في الشارع ممكن على كبرى قصر النيل يعني حاجة كده السؤال ده ليه إجابات متنوعة مع كل فرض مع المجتمع مع الوطن مع البلد كل حاجة لها إجابة خد لبالك دي السؤال المهم طيب ليه الإخوان صعدوا على كرسي الحكم في مصر نسؤال مهم جدا عارف أنا فكرت في الإجابة ورجعت الوراء شوية افتكرت مؤتمر هرتساليا مؤتمر هرتساليا اللي بيتعامل كل سنة في إسرائيل لمدينة في إسرائيل يعملوا النخبة الإسرائيلية الكبيرة جدا وجم في عام 2009 قالوا حاجة خطيرة جدا في المؤتمر نحن عشان نحل المشكلة دي بتاعتنا مع العرب نعلن يهودية الدولة ننقل فلسطينيين نشوف لهم وطن بديل وننقلهم فيه طب مين هيحل المشكلة دي قادر على بتر المسألة دي ويضحف حتة الأرض دي الإسلامويين هم الإسلامويين هم دول قادرين وعندهم تجربة في جنوب السودان واضحة عندهم هم الإسلاميين بيجي يتحطها وإلا قال الله قال الرسول هو لما تسمح بوجود دول دينية أو كيانات سياسية دينية تحكم المنطقة يبقى في هذه الحالات تسمح له هو كمان يعمل كيان دينيوس يحويس جدا يبقى هو بقى لازم يوصلوا للحكم يبقى لازم يوصلوا للسلطة في أي دولة عربية وخاصة مصر ومن هنا جاء الدعم الأمريكي الكبير والإنجليزي الكبير جدا لوصول الإخوان لكرسي الحكم في مصر وخلي بالك بعد عام 2011 تحديدا بعد الموقعة اللي قالوا عليها موقعة الجمل وطلقة عليها إعلاميا كده قالوا الإخوان عملوا حاجة ونشرت بالمناسبة عملوا حاجة اسمها مشروع النهضة ووضوح الرؤية مشروع النهضة ووضوح الرؤية احنا خدنا كلمة النهضة وبعدنا بدأت الناس بقى ايه تتكلم على النهضة ومش عارفوا دي اليوم مشروعة اقتصادهم كانش اليوم الاقتصاد ولا زيفتوا لأيه ده كلام فاضي لكن عارف المشروع ده كان ايه كله مشروعة الاخوان رحفين بعد ما حصل في مصر في 25 يناير فقالوا بالنص في هذا المشروع قالوا حاجة خطيرة جدا لكن الشعب المصري ليس كله معنا ولا نستطيع أن نسيطر على هذا الشعب أبدا إلا بالوصول إلى الكرسي الحكم ترجمة نانسي قنقر